اشتركوا في القناة وغسل وتنظيف وخياطة وغير ذلك من الأمور أم أنها لا يلزمها ذلك ويلزم الزوج أن يأتيها بمن يخدمها هذه المثأة وقع فيها خلاف بين أهل العلم وقع فيها خلاف بين أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن الرجل ملزم أن يأتي زوجته بخادم أن يأتيها بمن يخدمها وأنها ملزمة بطاعته فيما يرضي الله تبارك وتعالى وأن تسلم له نفسها يعني إذا أراد حاجته منها وأما الطبخ والغسيل وهذا فهذا الأصل أنه يأتيها بمن يخدمها هذا قول أكثر أهل العلم أن الزوجة غير ملزمة بهذه الأمور وإنما الزوج ملزم بأن يأتيها بمن يخدمها ذهب بعض أهل العلم وهو قول أبي ثور من علماء أتباع التابعين قال إنه يلزمها يلزم المرأة أن تخدم زوجها وهذا من الطاعة بالمعروف وأنه يجب عليها أن تخدم في البيت من طبخ وغسل وكذا وتوسط في هذا ابن القيم رحم الله تعالى فقال ينظر في حال المرأة قبل الزواج إن كانت قبل أن تتزوج في بيتها تخدم هناك من يخدمها في بيت أهلها فعلى الزوج أن يأتيها بمن يخدمها في بيتها لا يغير حالتها في بيت أهلها عن حالتها في بيت زوجها كما كانت في بيت أهلها تكون هنا يعني يرجع إلى العرف وإذا كان في بيت أهلها تخدم ففي بيت زوجها أيضا تخدم يقول على الوضع الذي كانت عليه في بيت أهلها والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في البيت يكون في خدمة أهله وكان يخصف نعله ويخيط أزراره يعني يحيط طبيعي يشارك المرأة في هذا الأمر فعلى الزوج أن يتق الله في زوجه وعلى المرأة أن تطيع زوجها فيما لا يرضي فيما لا معصية فيه لله تبارك وتعالى فالقصد أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأكثر أهل العلم نعم أنه لا يلزمها أن تطبخ تغسل وإنما يلزم الزوج أن يأتيها بمن يخدمها في هذا الأمر اشتركوا في القناة